المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة صلاة الصحر هي حلقة تدخل ضمن السياق اللي ترجي اليومي ضمن الصلاوات السبعة التي نقيمها في كل يوم مثل ما بيعرفوا الناس النهار اللي ترجي يبدأ بصلات الغروب لأنه في كتاب التكوين قال باليوم الأول وكان مساء وكان صباح يوما واحدا اعتبار النهار أنه يبدأ في المساء يجعل أنه صلاة الغروب هي أول صلاة لترجية ضمن الحلقة المؤلفة من سبع صلاوات الصلاوات السبعة هي على التوالي صلاة الغروب صباحا نقيم صلاة نصف الليل مع السحر ثم الساعات الأربع الساعة الأولى والساعة الثالثة والساعة السادسة والساعة التسعة ديوود النبي قال بكتاب المزامير سبعة مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك إذا لفظنا كلمة سحر أورثروس في نصر عهد الجديد ترد في إنجيل لو قال صح 24 للأي الأولى وفي أول الأسبوع سحرا جدا أتت نساء إلى القبر وهن يحملنا الحنوط الذي أعددنه اجوا على الأبر لأي الأبر فاضي لما منقرها النص ولما منلفظ صلاة سحر يتبادر إلى ذهننا أنه نحن عم نعمل صلاة موجودة في العهد الجديد يوم لإيامه صلاة جاي من هيداك المقطع بالإنجيل بإنجيل لو قال صح 24 حيث حاملات الطيب راحوا على الأبر ولقوا الأبر فاضي وصار اللي صار وبيّنت إيامة يسوع ولما منلفظ كلمة حاملات الطيب يتبادر إلى ذهننا القبر الفارغ القبر المحي ولما منلفظ كلمة القبر يتبادر إلى ذهننا فكرة الإيامي قيامة الرب ولما منحكي عن إيامة الرب على المكفول ما فينا ما نذكر اللي ورد بآخر إنجيل يوحنى لصح 20 لما مريم المجدلية راحت على الأبر تبكي ولما منجي على سيرة مريم المجدلية ما فينا ما نروح معها على أبر المسيح هي راحت صباح يوم الأحد إلى القبر كانت واقفة خارجا تبكي يسوع كان واقف خلفها التفتت إلى خلفها قال للمسيح يمرأة لما تبكين ومن بيني اللي قال لي قال لإذهبي إلى إخوتي وقفت تبكي مريم لأنها شايفت المسيح اللي قام وراحت عند الرسل المجتمعين في علية صهيون نحن يوم الأحد نحمل حالنا بعد متاعب أسبوع كامل وهموم ومشاغل وأمور قد تؤدي بنا إلى قبرنا نذهب إلى الكنيسة نتواجه مع المائد المقدسة يلي بلهوتنا تدل إلى قبر المسيح منوقف قدام الأبر يلي كان مفروض أنه نوصل عليه منطلع مثل حاملات الطيب ومثل مريم ونحن متعوبين وكنا عم نبكي منشوف أنه لا الأبر لم يضبط المسيح وكانت القيامة وسنقوم نحن أيضا